نهارده كان ليه كلام مهم جداً كابتن حسام البدري طبعاً عن المنتخب الوطني والمواجهتين المهمتين أمام توجو خلينا سمعه مع حضرتك والسادة المشاهدين نسمع ماذا قال حسام البدري فضل عملنا القايمة وحطينا في حساباتنا كل الاحتمالات لسه يعني فيه أيام متبقية على المبرارة الرسمية وزا ما بقول كرة القدم وارد فيها كل شيء وزا ما شفنا فيه إصابات بتحدث يعني فبالتالي احنا عاملين حسابنا في الكم وعملين حسابنا لو حصل إصابات يبقى فيه بدال لكن ما فيش مدرب يعني يتمنى ان هو يبقى أوراقه بتنقص يعني احنا أوراقنا بتنقص لكن الحمد لله ان احنا عاملين حسابتنا لكن انا كمدرب بفضل ان كل عناصر تبقى موجودة والاختيارات الفنية الأخيرة بقى يبقى الكل متاح وانا اللي بختار العناصر الفنية اللي تقدر تمثني في الاخر فيه صعوبات كتيرة واجهناها الفترة اللي فاتت ان شاء الله يعني الفترة دي أفضل كتير ان شاء الله الظروف تبقى أحسن واحنا متفاعلين بالفترة اللي جاية عندنا هدف واحد دلوقتي احنا ان شاء الله بإذن الله الجولات الأخيرة تنتهى في مارس في مارس ان شاء الله ببداية الجولة دي ان شاء الله هو الطريق بقى للتأهل للأمم الأفريقية ان شاء الله الظروف كلها اللي كانت بتتعرض لها الكرة المصرية وتعرضت لها الكرة المصرية والضغط ومسابقات المحلية ولابد أن احنا كنا نخوض المسابقات المحلية وده كان حاجة إيجابية لكن كانت برضو على الجانب الآخر فيها ضغط كبير جدا وفي نفس الوقت ارتبطات الأندية بالضغط اللي موجودة فيها سواء أهلي سواء زمالك سواء بيرامتز كل ده أكيد بيبقى فيه ضغط لكن الظروف دلوقتي أفضل لكن نتمنى إن شاء الله بالحالة الضغط الكبير اللي عاشتها الكرة المصرية واللعبين اللي معظمهم موجودين معنا دلوقتي يبقى فيه تركيز عن طريق أكيد النواحي الفنية اللي موجودة عندهم وأكيد النواحي اللي موجودة عندنا لكن الموضوع عاوز طبعا هو بقى فيه بقول تركيز في جدعانة في رغبة في رغبة لأن الظروف صعبة جدا اللي فاتت دي فممكن يبقى فيه لعبة تعبانة ممكن يبقى فيه لعبة مجهدة كلام ده كله احنا بقول مرحلة بسيطة ويمكن كلامي في بداية أول يوم مع اللعيبة إن المرحلة دي محتاجة تركيزنا ورغبتنا إن شاء الله إن احنا نحقق حاجة في المباراتين اللي جايين عشان تبقى خطوة إيجابية إن شاء الله في مشوارنا للتقاهل إن شاء الله ابتدى كل لعيب بيقول جدول وصوله وإن شاء الله يمكن بمجرد الانتهاء يعني من المعايد النهائية هنعلنوا لحضراتكم هنقول مين جاي أمتى ومين بس طبعا كل لعيبة يمكن كان فيه مرشرة هتتلاعب سبعة واتأخرت يوم فكان عندنا لعيبة هتلعب يوم سبعة فحيجوا تمانية دلوقتي لعيبة هتلعب تمانية في أربعة من الخمسة هيلعبوا تمانية فطبعا هيوصلوا تسعة وارد إن هو يوم تسعة ما يشتركوش في التدريب الأول وفي الحالة دي حيبدأوا إن شاء الله من يوم عشرة إن شاء الله حجازي هو اللي حي بدري شوية وإن شاء الله ممكن يكون معنا من أول يوم الحتة اللي انت بتتكلم فيها دي هتنفيش منها أي مشاكل خالص لو فيه أي حاجة كلنا هنتكلم فيها ولكن كله مأكد على مواعيد الوصول ولو فيه أي مشاكل طبعا إحنا بنسعى إن إحنا نحلها لإن طبعا إحنا حبين إن إحنا نبقى موجودين إن شاء الله موجودين في المباراتين بإجامل قوتنا إن شاء الله لأن إحنا عندنا هدف إن إن شاء الله خلال المباراتين دولت إن إحنا نرجع لصدارة المجموعة إن شاء الله طبعا دخلين على مرحلة مهمة بالنسبة لنا عايزين تكاتف الجميع وعايزين المسندة ودايما بننتظر المسندة من حضراتكم كابتو حسام مش من نوع المداربين اللي بتضغط عليهم ولا أي حاجة خالص وبيشوف وبيعمل اللي هو من وجهة نظره ده لمصلحة منتخب مصر وده ظهر في مواقف كتير وحيظهر لسه بعد كده في مواقف كتير إحنا بالنسبة للشغل الإداري سريعا إحنا هنخش المؤسكر إن شاء الله يوم تسعة مرة من تسعة لتلاتاشر في استاد القاهرة إن شاء الله هنبقى مسبتين المعد الساعة ستة ونصف إنتوا عارفين المبارات تبقى الساعة تسعة إن شاء الله هنخلص المبارات بإذن الله وحنرجع للفندق هنتعش سريعا كده عبال ماسل ما الإجراءات تخلص إن شاء الله معنا طائرة خاصة هننسافر على توجو هنتمرن هناك تمرينة خفيفة يوم خمستاشر ده هتكون في ملعب ترتين جنب الفندق اللي قام على طول سبتاشر التمرينة الرئيسية على ملعب المباراة سبعتاشر إن شاء الله هنلعب المباراة الساعة أربعة بتوقيت توجو ستة بتوقيت القاهرة وإن شاء الله بإذن الله نرجع وإن شاء الله نبقى نرجع منتصرين بإذن الله اشتركوا في القناة